عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لان هالكرت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربتوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين لانكم تاخدوا خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انو انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك ياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده ياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انو بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم متل كانو بيختار يبعد انتو هو بتختارو انو تبعدو او تنفصلو عن بعض او حتى تتجنبو يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانو عم شوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانو هاش شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم مع انكم بعلاقة ولكن في حدود بينكم وبين هالشخص في دائما بعد في دائما distance يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم اه كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانو نظرتكم الى العلاقة كتير اه اه تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انو ما بدو يستثمر او ما بدو يحط مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا سوري يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانو هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انو هو ما بدو يحط جميع ما عندو في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم اه غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه عم في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انو تشافي حالك من الناحية العاطفية لانو عندك temperance card فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانو هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انو انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانو عندك two of wands و two of swords فرح تنحط بمطرح انو بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانو رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم شوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انو وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني كومبليشن او اكتمال منه عنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك عم شوفه مركز اكتر على جسديات وهالشخص ممكن ممكن هو في عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انو يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انو يحسن من مظهره الخارجي لانو عم شوف انو في عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف في عنده عروض حب رح تقدم له هالشخص وفي هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم له كتير عروض حب ولكن عم شوف انو هو طريقة تحليله او طريقة تفكيره للامور طريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لانه هو في وضع الوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انو هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون اه يعني واحدة بها السعيد واحدة بها السعيد يعني مش مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او متغي بيتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بدويا او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم cycles يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه cycles يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هاي طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما بتضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسول ميت او في عندكم دروس كتيرة لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك سيكسوف كوبس يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي